اكثر من خمسمائة كيلومتر من المسالك جاري انجازها على مستوى جبال وغابات برج بوري ريج مسالك تجهز لتكون قابلة للحركة والتدخل في حال حدوث حرائق لسيما وانها تشهد انجاز احواض مائية بمحاذاتها هذه البرامج التي يرى في طور الانجاز حاليا عبر كامل النقاط المعينة مسبقا والتي هي نقاط ذات حساسية عالية للحرائق الغابات اللي ركزنا عليها من اجل التدخل السريع والفعال في حالة نشوب الحرائق عندنا زوج احواض مراهي منجازة والتالي تراها في طور الانجاز في مناطق حساسة جدو حساسة وانتكون هذا الاحواض هذه المائية تكون عندها وفرة علمية دائمة وفي اشارة يعني وين نسحقها نلقوها استعداد باش نهزو منها المياه انجاز هذه المسالك يندرج ايضا في اطار فك العزلة عن المناطق الوعرة ببرج بورريج ودعم مشروع السد الاخضر فتطوير هذا الحزام الغابي ليستدعي تسهيل الحركية لبعث النشاط الاقتصادي فيها فيه عمليات السد الاخضر لانه عنده ميزة خاصة وهي تطوير الحزام الاخضر لمكافحة التصحر واضافة الى هذا يعني بعث النشاط اقتصادي في الساكنة المجاورة للحزام السد الاخضر فيها عمليات الغرس اصناف اقتصادية فيها عمليات توفير مصادر المياه فيها عمليات كما هذه تعشق شقة المسالك وتهيئة المسالك لسهيل حركة المرور توسعة الاراضي الفلاحية وتسهيل ممارسة النشاط الفلاحي بهذه المناطق الوعرة هدف اخر تسعى السلطات المحلية لبرج بورريج تجسيده من خلال هذه المسالك في هذه السنة انطلقنا في برنامج قوي في المسالك الفلاحية والغابية كانت لكم فرصة وان كنتم معانا على مستوى المنطقة الشمالية وانطلقنا في برنامج على مستوى منطقة واحدة اكثر من 45 كيلومتر هذه كلها هيك القاعدية سوف تدعم قطاع الفلاحة في سنة 24 سوف نستفيد كذلك من نفس البرنامج من خلال انجاز مسالك فلاحية اخرى العديد من الفلاحين الذين ينشطون بهذه المناطق عبروا عن استحسانهم لهذه الاجراءات والتي ستسمح لهم بتنويع نشاطهم الفلاحية وتوسيعه ما دام طريق كينا ان شاء الله من الزلم مشروع ان شاء الله يزيد يكبر وذلك القراج تعشيا وذلك من بعد القراج تعالجاج من بعد تري سيتي تلحق السولدة النحل نغرس والزيتون يكون من كل خير ان شاء الله هذا المسلك ان شاء الله رح نافعنا في الطرق محلولة للمزارع الناس اللي عندهم الاراضي في الغابات الحمد لله يوصلوا بالجرار يوصلوا بالمشيناية يقضي وصلوا الحمب بالريحة مرتاحين نحنا كافل لحين عندنا الاراضي لما نقدروا شنا نستغلهم بساعدوا كيف تحونا المسلك هذا الله يبارك ذلك ندخلوا نستغلوا نربيوا المواشي تاوعنا نرمال النحل تاعدين نحطوا في الغابات نرمال لا لا الحمد لله وان شاء الله نطلبوا نزيدوا وفتحونا مسالك واحد اخرى برج بوري ريج التي تحوز على ثروة غابية معتبرة هي اليوم مطالبة اكثر من اي وقت مضى لتثمين هذه الثروة والحفاظ عليها سواء من حرائق الغابات التي تأتي كل سنة على مئات الهكتارات وكذا دعم الحزام الحدودية للسد الاخضر من خلال غرس اشجار مقاومة للجفاف ترجمة نانسي قنقر